الحكومة الفلسطينية وضمن خطتها وفق الإمكانيات المتاحة عبر وزارتي الاقتصاد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور البنك الدولي قدمت منحاً لـ 25 شركة 17 منها في قطاع غزة وثمانية في الضفة الغربية بقيمة 3 ملايين ونصف المليون دولار كان هناك قرار استراتيجي من القيادة الفلسطينية أنه لابد من دعم الشركات المتضررة خصوصاً في قطاعنا الحبيب في قطاع غزة ومن هون إجا هذا البرنامج مع البنك الدولي البرنامج أكبر من الأرقام اللي بنحكي فيها لكن تم تخصيص 3.5 مليون دولار لدعم الشركات التي تضررت هذه المنح لشركات تعمل في مجال التكنولوجيا والابتكار دمر بعضها بالكامل في الحرب على قطاع غزة مايو الماضي وأخرى تضررت بفعل جائحة كورونا فيما يجري العمل على تقديم منح لأكثر من 120 شركة في المراحل الأخرى للخطة الحكومية من إيماننا أن هذا القطاع مهم أعطيناه أبلوية في عملية جزء من تعويضات للتضرر اللي تضرروا فيه فهذا يعني إجا انسجاما مع رؤية الحكومة يعني توجهنا في التحول الرقمي عشان هيك إحنا كنا مهتمين في هذا القطاع من هذا المشروع ولكن القطاعات الأخرى إن شاء الله في الأيام القادمة سنشهد يعني برضو بعض التعويضات والمنح الشركات المستفيدة من المنح اعتبرت هذا التوجه غاية في الأهمية ويفتح المجال أمام النهوض بالشركات والاقتصاد الوطني والتعافي من الأزمة التي سببتها جائحة كوفيد 19 لمساعدة هذه الشركات على النهوض من جديد وعادة تسيير أعمالها كان من الضروري أن نقوم بمساعدة هذه الشركات ونقوم بتصميم برامج لتستجيب وبسرعة لتداعيات الحرب على غزة وكذلك أيضا لتداعيات جائحة كورونا والإغلاقات وما إلى ذلك من معيقات الحكومة الفلسطينية بدأت بتنفيذ خطتها الاستراتيجية من أجل مواجهة كوفيد 19 وآثار الحرب على غزة بتقديم 25 منحل شركات تعمل في مجال التكنولوجيا المعلومات إضافة إلى شركات أخرى سيتم استهدافها في برامج ومراحل لاحقة كما تؤكد الحكومة من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني حمد الصنوري CGTN العربية رام الله